اخويا وحبيبي توبئة انسان هقولك على قصة حلو او بسمعنا ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان في واحد مسلم بجوار واحد يهودي فالمسلم كان يرى من اليهودي ذا يعني شيء من الطيبة ولو كانت بسيطة فكان نفسه بأي طريقة انه هو يبتكر طريقة خليه يسلم بها فراح كلمه وقال له يا فلان يعني اليس لك حاجة في الاسلام انت ما نفسكش تسلم قال والله ما يمنعني من الاسلام إلا أني أحبه شربة خمر أنا فعلا نفسي أسلم من زمان بس سنة حاجة وحيدة لمنعاني أن أنا مضمن خمر فالمسلم يبتكر له طريقة قال له خلاص أسلم واشرب الخمر براحتك طبعا المسلم مش قصده كده طبعا فقال له أسلم واشرب الخمر قال له خلاص ماشي فاليهودي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له المسلم الآن أصبحت مسلما فإن شاربت الخمر طبقنا عليك حد الخمر وإن ارتدت عن دين الله قتلناك فثبت الرجل على دينه ولم يشهد الخمر أبدا بعد ذلك وديكت حيلة جميلة من هذا المسلم الفاضي ترجمة نانسي قنقر